تقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني السفير المصري ياسر علوي حيث جرى بحث لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر كما التقى الرئيس نبيه بري رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والمدعي العام فوزي خميس ورئيس الغرفة في الدوان القاضي عبدالله ناصر وقضاط الدوان جوزيف كسرواني ومحمد الحاج بدران سلم رئيس المجلس تقريرا خاصا عن عقد تلزيم قطاع البريد إلى شركة لبنبوست وحصت الدولة من التلزيم مع اكتراحات الدوان وملاحظاته بما يضمن حقوق الخزينة وذلك على ضوء انتهاء العقد آخر الشهر الجاري الرئيس بري استقبل أيضا صفيرة جمهورية جانا في لبنان ومصر والسودان وينفري أوكي هاموند اللقاء كان مناسب جرى خلالها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين كما استقبل رئيس المجلس الدكتورة رفاه دياب التي قدمت رسالة الدكتورة التي أعدتها تحت عنوان أزمة المعتقد والهوية الضائعة في الزاوية المعاصرة على صعيدا آخر أجرى الرئيس نبيه بري اتصالا هاتفيا بقاسم حويلة معزيا بضحايا حادث السير فاطمة قبيسي وأولادها الأربعة زهراء آيالية وتيا عمات حويلة الذين قضوا جراء حادث السير المروع ليلة أمس على الأستراد الساحلي في منطقة السعديات ترجمة نانسي قنقر